من كم يوم وكالة الأنباء رويترز أزعت خبر أن الإدارة الأمريكية قررت حجب جزء من المعونة بتتكلم في حدود 197 مليون دولار وحجب 95 مليون دولار وتأجيل منح 195 مليون دولار في البعض تناول الموضوع شايف يعني بقدر من الخفة 100 مليون دولار ده احنا نيجي مش عارف نفرقع بيهم بومب ولا نعمل ايه دلوقتي حمادة بيلعب في الحراب بيهم وكلام لكن الموضوع أعمق من كده بكتير والموضوع يحتاج قراءة مهمة جدا لمسألة المعونة الأمريكية سنة 79 لما مصر وقعت معادة السلام مع إسرائيل أمريكا تعرف مصر عملت سلام منفرد مع إسرائيل صور معروضة على حضرتك وكل الدول العربية معنا طبعا سلطنة عمان والكلام ده قطعت علاقتها مع مصر فأمريكا خافت أن مصر في عاد الرئيس السادات تتراجع عن المعاهدة لأن الدول العربية أيضا كانت بتقدم مساعدات مالية اقتصادية لمصر فالرئيس كارتر قال احنا هنخصص معونة لمصر معونة اقتصادية ومعونة عسكرية تصرفها سنويا تدعمها في سبيل أن الأشقاء العرب قطعين العلاقة المعونة دي بدأت شقين عشان حضركوا تبعوا عارفين القصة 815 مليون دولار معونة اقتصادية مليار 1300 مليون دولار يعني مليار و3 من 10 مليار دولار دي معونة عسكرية ايه التدجيل الشعبي يعني نضحك على الشعب مثلا بشكل ان احنا عملين نتعاطة مع الموضوع ايه 100 مليون دولار بالمناسبة لا 100 مليون دولار ولا يعملوا حاجة في اقتصاد دولة كبيرة انت تالت اكبر اقتصاد بالمناسبة في الشرق الأوسط فانا حيث اقول لك لازم تبقى فاهم الكلام طب المعونة العسكرية نقدر نستغنى عنها النهاردة لا علشان كده امريكا نفسها ما خفضتش منها دولار واحد ركز معاي ما خفضتش منها دولار واحد تستغنى عنها امتى لما تعمل تنويع في مصادر السلاح في عهد السادات ومبارك السلاح ظل امريكي تقريبا يكاد يكون السلاح الاعظم 80-90% ما عنديش النسب لما جيس سيسي من 3 سنين عمل تنويع في مصادر السلاح جاب سلاح من روسيا جاب فرقطات فرنسية جاب اسلحة من الصين تتفق تختلف مع ده ده مش مشكلة النهاردة رفض فكرة الارقام اللي احنا بنشتري بها الاسلحة كبيرة قليلة مش قضيتي انا بشرح لك كلام مهم جدا عن المعونة العسكرية عشان كده لا امريكا ولا مصر ينفعوا خفضوه احنا محتاجات ممكن بعد شوية بقى السلاح الامريكي ابتدى يخف شوية من المنظومة التسليح الجيش المصري نقدر نتراجع عنها شوية شوية المعونات بين الدول مش عيب بالمناسبة ده دور سياسة انا بقومه المهم من كم اسبوع فيه اشخاص جوه الكونجرس الامريكي تعادي الدولة المصرية او ليه هرأش معاكس عن ما يجري في مصر بعد 30 يوم عملوا قاعدة عرب كده او سموها قاعدة امريكي مع النسكافيه بقى مش مع الشاي قاعدة كده امريكية وقالوا احنا عايزين نوقف المعونات بالكامل وطلع راجل كده كبارة امريكاني خدوده احمره وقال لهم احنا دينا المعونة دي المصر من كم و 30 سنة عشان كانت مصر قوية في المنطقة وكان لها كلمة مسموعة مصر النهاردة دورها متراجع منذ سنوات كثيرة لموجودة في افريقيا ولا الشرق الاوسط ويه التأثير بتاعها متراجع انا وانت وشينا في وش بعض هنجذب على بعض انت خلع من افريقيا بقى لك 25 سنة من ايام حدثة اديس ابابا سنة 95 صح ولا غلط من 22 سنة انت خلع من افريقيا السيسي دلوقتي بقى بيحاول يرجع لأفريقيا وبيزور تشاد وبيزور دول احنا عملين نقول ايه دول بيزورها دي ده في دول بيزورها الاول مرة اول مرة ايس مصر يزور بس عشان تستعيد الدور ده ده بياخد سنوات مصر فيه قوة اقليمية اكبر منك النهاردة بعد انسحابك بقى لك 20 سنة اه تركيا دولة مؤسرة ايران دولة قوية مؤسرة اسرائيل السعودية انت دورك متراجع في امريكا بينقشوا بشكل طبيعي دي اموال دفع الدرايب قدهلك ليه السياسة مصالح مش عواطف طب احنا نعمل ايه ده كده جرس انذار طالع من داخل الكونجرس الامريكي على الادارة المصرية ان تنتبه ليه تحجم هذا الطيار انه يكبر داخل الادارة الامريكية لان القصة مش المعونة الاقتصادية ما انا قلتلك انا وانت سهل يعني ده 815 النهاردة وصله في حدود 300 مليون دولار مبلغ تستطيع ان تستغنى عنه فعلا كاقتصاد مصر اه بس انا قلتلك الادارة الامريكية والادارة المصرية عارفين تماما انه ما ينفعش الاستغناء عن المعونة العسكرية خلي بالك حتى لو تم تجميد جز هو ما قالكش انا هوقف بيبعت رسالة في النص بقى في حوارات تطلع لك صحيفة امريكية هنا صحيفة بريطانية هنا تقول لك الوقف راجع علشان قانون الجمعيات الاهلية والتضييق الخناق على المجتمع المدني وان حقوق الانسان المصري في حال التراجع نقعد نفكر في ده نرد عليه حقوق الانسان المصري في حال التراجع في تضييق للمجال العام الناس مش عارفة تقول اراءها هنرجع الحقوق الانسان المصري علشان نرد الادارة الامريكية وناخد المعونة ولا لان المواطن المصري احق بان ترد لها حقوقه هو ده سؤال مهم نوسع المجال السياسي نوسع المجال السياسي ايه المشكلة ليه هيضر ايه مصر دولة كبيرة نراجع قانون الجمعيات الاهلية لو كان محتاج مراجع صحفي كبير محسوب على انه علاقته قوية بالنظام نظام الحاجة نظام الرئيس السياسي الكاتب الصحفي احمد الدين حسين رئيس تحريه شروع كاتب مقال بديع النهاردة في الشروع بيقول قراءة موضوعية في مسألة المعونة وبيقول كلام يتعلق بحقوق الانسان اه لازم تركح وده راجل مش معارض للسياسي بالعكس مؤيد كلياتا للرئيس السياسي يبقى فيه اراءة لكن ان انا اطلع بقى ايه ده هباش وده فتاح وده مش عارف ايه وبدو ما هيطلع يمس على ترامب لا دي لغة ما تنفعش في ادارة دول وفي علاقات مع دولة كبيرة اه ترامب يكلم السيسي مبارح وفي بينهم كيميا باعتراف ترامب مفيش مشكلة بس العلاقات بالدول يا اخواننا علاقات بصالح انا بقبجك بديك مبلغ سنوي كذا مقابل حاجة الحاجة دي تراجعت خلاص انت كنت كبير الليلة في الحتة كنت كبير الليلة في المنطقة صح ولا ملكش دور النهاردة اه انسحبت اه بس الانسحب حصل من سنين بالمناسبة بتحاول ترجح اه بتشجع زيارات الرئيس المصر الافريقية اه طبعا ده كله حلو سوريا خرجت من تحت ايدك ما بقيتش انت موجود اه الملف كله ما بقاش عربي اه قبل كده كنت انت موجود في لبنان كنت موجود في الحرب العراقية الايرانية فاكرين كنت موجود في اليمن انت النهاردة منسحب باليمن منسحب من سوريا ايه كلام بتحاول تستعيد دورك مع ليبيا تستعيد دورك في القلب الافريقي اه بس ده يا اخواننا بيحتاج سنوات تراكم اذا احنا عايزين ناخد ده بهدوء اعصاب نفكر نحلل رقم واحد عدم التقليل من مقالاته الادارة الامريكية رقم اتنين الاعتراف بان هناك طيار داخل الادارة الامريكية له رأي معارض كليتا لما يجري في مصبع 30 يونيو كيف كيف نحتوي هذا الطيار ما يكبرش جوه الادارة الامريكية ده دورنا والخوف ان انت لو معرفتش تحجمه ينتقل للاتحاد الاوروبي صح ولا لا ما انت بتاخد معونات ودعم فني والتقني من اوروبا وعلاقتك الاوروبية جيدة مع المانيا مع فرنسا ايطاليا مرجعلك السفير يبقى انا عايز اضيق الخنق وافد برلماني مصري يسافر يقعد مع الكونجرس هو ده الشغل سيبوكم الاجازة اللي انتوا فيها دي بس صلعوا ناس يعرف تكلم انجليز كويس يقعدوا مع الكونجرس نقعد نتكلم نفتح ورق اه شايفين ايه تضيق خنق نقعد نتناقش ماشي نرجع تاني هو مجتمعات المدنية دي مهما مؤسسات مصرية اين مشكلة فيها بطول عمراء موجودة بالمناسبة ومش كل حاجة تدخل واملاءات يعني ما نسمع ما نشوف ما نرى ليه انا اقفل الباب ليه لا يعني اقفل واقول خطة احمر لما حاجة اتعرك بالامن القوم اي حاجة اتعرك بالامن القوم بتاعك اه انا معك تقفله بس مش كل لقطة احنا نطلع فيها يعني بهذا الشكل انتظر طبعا من الادارة المصرية انها تستوعب قرار الادارة الامريكية تفهمه بشكل زكي تقرأه بشكل سليم تتعامل معاه بشكل عقلاني ينسب اللحظة اللي احنا فيها مش عايز اللقطة اللحظت في امريكا توصل للتحاد الاوروبي انت بتلعب سياسة انت بتلعب سياسة صح ولا غلط تحضر طبعا من الانتظر 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 طبعا من الان